رئيس النهاردة جاب الدكتور مرسطفى مدبولة رئيس الوزراء وعلي مصرح ووزير التموين نيفين القباج ووزير التضامن الاجتماعي محمد مقايت ووزير المالية يلا عايزين نعمل ايه لان الدكتور علي مصرح عنده عنده الليستة كاملة عنده الارقام عنده ارقام 72 مليون مواطن مصري بياخدوا من عنده التموين ببطاقة التموين والدعم ورغيف العيش فعنده الداتة كاملة من ضمن الناس دي سيدة نيفين القباج ووزير التضامن الاجتماعي قالت انا عندي الداتة بتاعة الناس الاشد احتياجا وتكافل وكرامة لما يكون الدولة عندها ارقام تعرف توصل للمستحقين النهاردة قاله بالقاتل عند سيدة نيفين القباج ووزير التضامن الاجتماعي هنزود لك مليون اسرة تحطيه في مشروع تكافل وكرامة عشان يبقى كل اللي عند وزارة التضامن الاجتماعي 20 مليون اسرة مستفدين من البرنامج ونيجي الناحية التانية نلاقي عندنا فيه اسر محتاجة عندنا اصحاب معاشات اقل من 2500 جنيه وعندنا موظفين اقل من 2700 جنيه في الشهر كل دول هنديهم اعانة او مساعدة استثنائية لمدة 6 شهور اثناء الازمة بكام بحوالي مليار دولار في الشهر مليار دولار في الشهر يعني احانة 6 مليار في 6 شهور مين اللي هيستفيدوا لقلتلكوا عليهم كام واحد 9 مليون اسرة 9 مليون اسرة في هذا المشروع ومليون اسرة تكافلوا كرامة بكل كام 10 مليون اسرة في متوسط 5 او 4 من 40 ل 50 مليون مواطن دول اضافي مساعدات اضافية فوق التموين وفوق الدعم وفوق الحاجات الاخرى العاجلة طيب الرئيس برضو وجه بتعزيز الامن الغذائي للأسر الفقيرة والامهات والاطفال من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بايه بنص 8 بنص ايه بنص 8 كراتين الرئيس قال لهم 2 مليون كارتونة في الشهر 2 مليون كارتونة في الشهر للأسر الفقيرة بنص 8 من خلال منافذ القوات المسلحة المنتشرة على مستوى الجمهوري ايضا كلفة السيد الرئيس وزارة الاوقاف وزارة الضامن الاجتماعي توزيع لحوم الاضاحة على مدار السنة توزع الأسر الفقيرة وكلفة السيد الرئيس السيد محمد معيط وزير المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة في هذا الصلب والبالغ اجماليها حوالي 11 مليار جنيه يعني السطرين اللي تملكوا دول هيكلفوا من زيانية الدولة 11 مليار جنيه دول ايه خارج الموازنة اللي اعتمدت واشتغلت من اول واحد سبعة يبقى عندي تكلفة اضافية النهاردة 11 مليار جنيه ما احنا بنلاقي شوية زيادة في الاسعار في الطاقة في الكهرباء لاقي في المترو او للشهر غيره ما ولازم الحاجات دي كلها الدولة تعمل حسابها انا مش عايز الناس يحصل هزة او حاول اقلل من الهجزات الاقتصادية فهذه الامور ترميم الوضع من خلال اجراءات مباشرة انا زمان ما كانش عندنا ارقام ولا كان عندنا رقمانة ولا كنت تعرف مين الفقير من من الغاني كان ممكن واحد راكب عربية مرسيدس ولا بي ام بياخد بنزين مدعم بياخد حق الناس الغلابة لانه ما كانش فيه ارقام توم ما بقى فيه ارقام بقنا عارفين مين الفقير مين الاكثر احتياج مين اللي عايز ما عندوش معاش خالص مين الناس اللي ما عندهمش اي شغلانة وممكن شغالين باليومية فممكن يقعد يعني من ايده تبقوا على طول كل دول اتحاصروا والدولة بقت عارفة تعمل ايه لما جاقول تكافل وكرامة لها اشتراطات معينة ومحددة وصلت دلوقتي بتديرها وزارة التضامن الاجتماعي وصلت 20 مليون مواطن والنهاردة عندي مساعدات استثنائية لحوالي من 40 ل50 مليون مواطن وعندي كده كده بطاقة التموين بتساعد حوالي 71 او 72 مليون مواطن سواء بطاقة التموين بالسلعة التموينية او رغيف العيش المدعم ابو 5 طروش دي محاولات من الدولة للوصول الى حلول عاجلة لتخفيف العبق على المواطن المتحدث الرسمي السفير بلسام قال ان السيدة نفين القباج استعرضت في هذا الاجتماع في هذا الاطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حاليا اللي بتتلخص اهمها في دعم الخبز سلعة التموينية الدعم النقدي المتوسط دعم برامج الصحة صندوق التأمينات والمعاشات دعم الاسكان واشارة الى ان اجمال الانفاق على تلك الانشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات الماضية ليصل الى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي وعرض الوزيرة تطور برنامج تكافل وكرامة على مدار السنوات الستة الماضية خاصة فيما يتعلق بمضعفة ميزانيته لما يقرب من الضعف المتحدث الرسمي قال ان السيد الرئيس تابع كذلك الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الاساسية خاصة الحبوب والغلال والزيوت اوضع السيد وزير التموين الدكتور علم صلحي ان مخزون تلك السلع يكفي لمدة سبعة اشهر يبقى دلوقتي احنا عندنا 500 مليار جنيه ده رقم مرصود في الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي علشان تؤدي الى تحقيق الحماية الاجتماعية 500 مليار جنيه احنا كل اراداتنا زي ما قلت مبارح 1500 مليار منهم 500 مليار للحمية الاجتماعية تلك الموازنة رايح للدعم والحماية الاجتماعية والنهاردة بنزود شوية حاجات نظرا للظروف الطريقة اللي كانت موجودة